رفع حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات هو هدف ليس ببعيد تسعى البلاد للوصول إليه لا سيما وأنها قد نجحت بالفعل في تخطي العديد من الصعاب فضلا عن كل هذه المعطيات سجلت ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصا كبيرا بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية حيث لم تتجاوز قيمة تضخيم الفواتير في الفترة من 2020 إلى يومنا هذا 400 مليون دولار كما مكنت التدخلات خلال سنة 2023 من الوقوف على رقم أعمال مخفي بقيمة 49.533 مليار دينار جزائري ورفض قرابة 64 ألف طن من السلع المستوردة على مستوى الحدود بقيمة تقارب 30 مليار دينار جزائري أمام هذه الحركية التي يعرفها القطاع التجاري تبرز أهمية تكثيف النشاط الرقابي مقابل توفير التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجين بالبلاد كونهما عاملين أساسيين يساهمان في تكريس نموذج اقتصادي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية